بإجماع شبه كامل تنطلق الدعوات الدولية لوقف التصعيد العسكري في ليبيا وسط مطالبات متكررة لخليفة حفتر بوقف هجومه على طرابلس دعوات لم تلقى آذانا صاغية بعد أبرس تلك الدعوات كانت دعوة الأمم المتحدة إلى تطبيق هدنة إنسانية للسماح بإخلاء المدنيين والجرحة من مناطق الصراع في تكرار لدعوة أخرى يوم الأحد لم يعمل بمضمونها من قبل المتحاربين الأمين العام للمنظمة الدولية أنتونيو جوتيريش تعهد كذلك من الأردن بأن لا تتخلى المنظمة الدولية عن دعم الشعب الليبي مشددا على أن الأمم المتحدة مصر على عقد المؤتمر الوطني بشأن الانتخابات في موعده الاتحاد الأوروبي انضم إلى الدعوة لهدنة إنسانية ودعت فدريكا موجريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد إلى تفادي أي عمل عسكري والعودة إلى المسار السياسي لقد تحدثت صباح اليوم عن مبعوث الأممي الخاص غسان سلامي وفي اعتقاد أن أول رسالة ينبغي تمريرها هي السماح بوصول فرق الإغاثة لإتاحة الفرصة أمام المدنيين والمصابين لإجلائهم ومحاولة تجنب مزيد من التحركات العسكرية وأي تصعيد عسكري كما نطالب بالعودة إلى المفاوضات السياسية والمسار السياسي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دعا قوات خليفة حفتر إلى وقف عملياتها العسكرية فورا والعودة إلى مواقعها السابقة مؤكدا أن الولايات المتحدة أوضحت بشكل جلي معارضتها الهجوم العسكري الذي تقوم به قوات ما يعرف بالجيش الوطني الليبي أما فرنسا التي تواجه اتهامات بدعم حفتر فأكدت عبر مصدر دبلوماسي أنها لم تتلقى انذارا مسبقا بعمليته العسكرية مشددة على أنها لا تحاول سرا تقويد عملية السلام في ليبيا موسكو التي تواجه الاتهامات نفسها شددت على لسان وزير خارجيتها سيرجي لافروف على أهمية الحوار في ليبيا مؤكدا من مصر دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في ليبيا ندعو جميع الأطراف الليبية لبدء حوار من دون شروط مسبقة نحن لا نزال على اتصال مع القوى الليبية مع اللواء خليفة حفتر ومع رئيس الوزراء سراج كما نعرب عن قلقنا لمجلس الأمن الدولي تجاه هذه الأزمة خاصة أن بعض الأطراف قالت أنها ستستخدم الطائرات الحربية ضد الجيش الليبي في مقابل المواقف الخارجية كان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج يجري سلسلة لقاءات ديبلوماسية في طرابلس حيث التقى رئيس بعثة الأمم المتحدة غسان سلامة وناقشا الموقف الدولي من العملية العسكرية كما اجتمع السراج مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني يرافقه مبعوث مجلس الوزراء استفانو بوفارا الذين اطلعا من السراج على آخر المعطيات الميدانية والسياسية